اشتركوا في القناة 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 فينظر اليها على انها وسيلة من بين عدة وسائل سياسية يمكن للقادة السياسيين استخدامها للوصول الى غاياتهم ويعكس هذا التمييز الاختلاف بين استراتيجية الولايات المتحدة والفيتناميين الشماليين في الحرب الفيتنامية كما توضح اسباب هزيمة الولايات المتحدة في تلك الحرب ففي معرض تحليلاته للحرب الفيتنامية رصد هاريس ميرز حوارا بين عقيد من الجيش الامريكي ونظيره الفيتنامي في مدينة هانوي بعد الحرب اذ قال الضابط الامريكي ان فيتنام لم تهزم الولايات المتحدة في ميدان المعركة ابدا ورغم تقول الضابط الفيتنامي لتلك المقولة الى انه اضاف قائلا ان ذلك ليس له علاقة بالموضوع لان الحرب لم تكن لتحقيق انتصارات في ميدان المعركة وفي محاولة لحصر الاخطاء التي اعتقد الكاتب انها تسببت في هزيمة الامريكيين في فيتنام لم يستشهد بسونتزو وانما استشهد بنظريات كلاوزو فيتز ورغم صحة العديد من النقاط التي طرحها الى انها لا تمت بصلة للمجهود الامريكي في فيتنام لان كل من سميرز والمخططين الاستراتيجيين الذين صاغوا خطة حرب فيتنام لم يفهموا جيدا طبيعة الحرب التي يخوضونها انما وجده كتاب سميرز من ترحيب حار على مستوى القيادات العسكرية العليا في الجيش الامريكي يدل على ان العسكريين الامريكيين لم يستوعبوا بعد ما حدث في فيتنام فقد كانت الاستراتيجية الفيتنامية كما هو حال استراتيجيات دول شرقي اسيا الاخرى تشبه الى حد كبير الفلسفة العسكرية التي صاغها سونتزو اكثر من افكار كلاوزو فيتز او الاستراتيجيات الغربية الاخرى فاعتقاد القادة العسكريين الامريكيين ان عددا قليلا من جنود القوات الخاصة يمكن ان يحفز قوات التحالف الشمالي الافغانية لهزيمة نظام طالبان دون الزج باعداد كبير من القوات البرية الامريكية يدل على ان القيادات العسكرية العليا لم تستوعب بعد الدروس المستفادة من صونتزو او انها لا تقبلها ففي اثناء الحرب الطويلة في الهند الصينية سعى القادة الفرنسيون والامريكيون دون جدوى لاستدراج خصومهم من جيوش فيتمن وفيتكونغ وجنود فيتنام الشمالية للاجتباك معهم في ظروف مواتية بحيث تحسم قوة النيران والمناورة والامداد والتموين نتيجة المعركة مسبقا وقد حدث ذلك مع الفرنسيين في معركة ديان بيانفو ومع الامريكيين في كيسان ولم تكن هزيمة الفرنسيين كبيرة بالمفهوم العسكري ولكن كان لها وقعا كبير من الناحية النفسية ما ادى لانسحابهم بسرعة من الهند الصينية وفي معركة كيسان تم استدراج القوات المسلحة الامريكية لمنطقة حدودية ذات تضاريس افضل قليلا من تضاريس ديان بيانفو بينما شنت قوات الفيتكونغ هجوما في المناطق الحضرية وكسبت قوات الفيتكونغ حرب المدن وكان لهجوم قوات الفيتكونغ تأثير نفسي سلبي على الرأي العام الامريكي لا يقل عما احدثته معركة ديان بيانفو من تأثير على الفرنسيين فقد كسبت الولايات المتحدة المعارك ولكنها خسرت الحرب لانها لم تدرك الاختلاف بين خوضها للحرب وخوض خصمها لها فقد حذر سونزو من ان معرفتنا لانفسنا وجهلنا لعدونا يجعل فرصتنا في النصر تشكل حوالي النصف تقريبا وهذا الاختلاف في فهم طبيعة الحرب هو السمة الغالبة لمنهج خوض الحرب الذي تتبعه معظم الدول الضعيفة حاليا فهو منهج يولي اهمية للخدعة والمناورة اكثر من اهتمامه بقوة النيران ويسعى لوضع طريقة الحرب حتى قبل ان يعلم الخصم ببدايتها والاهم من ذلك ان من ينتهج هذا النهج يدرك ان ميدان المعركة الحاسم نادرا ما يكون هو الذي تنتشر عليه القوات حاليا وانما يكمن ميدان المعركة في الادارة السياسية التي يتمتع بها القصم وفي قلوب وعقول المواطنين بناء على ما سبق توضيحه يتعين على القادة العسكريين الامريكيين ان يستوعبوا الدروس المستفادة من سونزو عن خوض الحرب كما يتعين على قادتهم السياسيين صانعي القرارات الاستراتيجية ان يستوعبوها ايضا لان خصمهم يولي عناية بالغة لطريقة تفكيرهم وليس تغيير طريقة التفكير بالامر اليسير لان ذلك يمس اعتقادات ذات جدور راسخة وتندرج معظم تعاليم سونزو ضمن قائمة ما يطلق عليه الحرب غير نظامية وفي السابق كان هذا الدور محصورا في عمليات اسناد للمجهود الرئيس من الحرب النظامية وفي حين ان منهج سونزو يدخل في نطاق الحرب غير النظامية فقد ناقش ايضا حجم القوات النظامية المطلوبة للعمل ضد الخصم وبذلك يمكن للقوات النظامية ان تتعلم من سونزو كما يتعلم منه مقاتل حروب العصابات ايضا ويقول سونزو ان هزيمة العدو دون قتال يتطلب مهارة اكبر من المهارة المطلوبة لتحقيق النصر في ميدان المعركة وبذلك فهو يركز على المناورة اكثر من قوة النيران والمناورة قد تتضمن اساليب سياسية ودبلوماسية او تشكيلات قتالية ورغم ان سونزو يفضل ان يهزم القائد العسكري خصمه دون اللجوء للقتال الى انه يقر باستحالة ذلك في بعض الاحيان وتتمحور رؤية سونزو في تحقيق النصر دون قتال حول نقطتين اولا تهيئة البيئة السياسية والدبلوماسية بحيث يخسر الخصم المعركة قبل ان يبدأ القتال وثانيا نشر القوات العسكرية بطريقة تؤدي الى تحييذ استراتيجية العدو ويدل قوله ان افضل سياسة عسكرية تكمن في مهاجمة الاستراتيجيات يليها مهاجمة التحالف ثم مهاجمة الجنود واسوأها مهاجمة المدن الحصينة على انه يفضل المبادرات السياسية وفي موضع اخر يقول ان استخدام القوة العسكرية يستنزف خزينة الدولة مهما كان حجم الانتصار الذي يتحقق وتؤيد بعض الاستراتيجيات العسكرية التغلغل في دوائر صنع القرار المعادية اثناء سير المعركة وفقا لمقولة سونزو بضرورة السعي للتغلغل في الدوائر الدبلوماسية المعادية لصنع القرار حتى يمكننا تجنب المعركة جملة وتفصيلة والافضل من ذلك الوصول الى عقل العدو وبهذه الطريقة لا نأخذ بزمام المبادرة فحسب وانما يمكننا السيطرة على استجابة العدو ايضا واذا لم يتسنى لنا فعل احد هذين الخيارين يجب علينا التغلغل في دوائر صنع القرار لدى العدو الى ان فعل هذه الاشياء يتطلب استخبارات جيدة حبذا لو كانت استخبارات بشرية لان استخبارات الاشارة والصورة الجوية تكون اقل فعالية ويمكن تشبيه جانب من الاختلافات بين الاستراتيجية التي طرحها سونزو المعادية والاستراتيجية التي تنتهجها الولايات المتحدة باختلاف بين لعبتي السيكا الاسيوية والشطرنج ففي حال لعب السيكا يضع اللاعب بيادقه على اللوحة للتحكم في اللعبة والحد من خيارات الخصم فيفقد الخصم بعض بيادقه ويخسر بالتالي اللعبة بسبب تفوق المدافع بالمناورة وليس بالهجوم المباشر اما في حالة الشطرنج يكون الهدف هو امساك البيدق الرئيس وهو الملك ويتطلب ذلك سيطرة كاملة لا تتحقق الا من خلال امساك بيادق الخصم حتى لا تشكل تهديدا لبيدق الملك وتحمي بيادق ملكها في الوقت نفسه ويرى سونزو ان القادة الذين ينتصرون في الحرب دون اللجوء للقتال لا يداع سيتهم كرجال حكما او شجعان ومث هذا الانتصار الذي يفضله سونزو يحدث بغير السقب الذي عادة ما يلازم الانتصار في الحرب وربما يكون غياب الضجة والاستعراضات العسكرية من العوامل المهمة للانتصار وهكذا يطرح سونزو بعض الطرق والاسليب التي يمكن للدول الاضعف من خلالها تحقيق الفوز على الدول الاقوى ونظرا لان الولايات المتحدة هي الدولة الاقوى حاليا فانها ستواجه مثل هذه الاستراتيجيات التي طرحها سونزو في الحروب التي تخوضها خلال العقود القادمة سونزو ولعب الحرب من هو اول من مارس لعب الحرب سؤال لا يستطيع احد الاجابة عنه بالتحديد ولكن لكي نكون عادلين في اجابتنا دعونا نقول ان لعب الحرب سبقت الحروب المنظمة باعتبار لعبة الشطرنج من اللعب القديمة والتاريخية التي عرفها الانسان منذ الاف السنين وقد استقدمت لعبة الشطرنج للتسلية والتعليم والتشبيه ايضا بالاضافة الى ذلك هناك العاب اخرى مشابهة للشطرنج ظهرت في العصر القديم واندثرت على مر العصور ولكن من اسرار بقاء لعب الحرب ان الانتباه للحرب كان اكثر منه للعب الاخرى ولهذا استمرت لعب الحرب في تطورها مع تطور الحروب على مدى التاريخ مثلها مثل اي شيء في الحياة رافق تطور الانسان والمحيط الذي يعيشه حتى بداية القرن السابع عشر عندما ظهرت لعب الحرب الحديثة الاكثر تنظيما من ناحية اهدافها ووسائلها الى اخره واستمرت لعب الحرب في التطور التدريجي حتى الحرب العالمية الثانية حيث بلغ التطور والاهمية للعب الحرب ان اخذت اللعبة طريقا اخر لا يقل اهمية في اهدافه عن اهمية لعب الحرب في التعليم والتدريب وهذا الطريق الجديد هو بدء استخدام لعب الحرب في الاتجاه العلمي وبالتحديد في الابحاث والتحليل واصبحت لعب الحرب تسير في اتجاهين متوازيين احدهما تاريخي والاخر علمي الى الامام ثم بدأ في وقت لاحق الاتجاه العلمي في لعب الحرب التحليل يطغى على التاريخي كما كان في اللعب السابقة وبدأت لعب الحرب تنظر الى المستقبل وتركز عليه اكثر من الماضي وبعد الحرب العالمية الثانية وخلال فترة الحرب الباردة قام الامريكيون بتصميم ومارسة لعب الحرب على المستويات الاستراتيجية بدلا من لعب الحرب السابقة المحددة في اهدافها واطرافها وبدأت الفكرة من هذا المنطلق تتشعب وتزداد اهمية وتأخذ طابع الواقعية في كل ما يحيط بها وازدادت اشكالها وانتاجها وبالتالي بدأت في الستينيات من القرن العشرين تأخذ مكانها وتنتشر تجاريا ايضا وبظهور تقنية الحاسوب وبالتحديد في السبعينيات بدأ الحاسوب يدخل مجال لعب الحرب وبالتالي انخفضت لعب الحرب اليدوية وباستخدام الحاسوب في مجال لعب الحرب اعتبرت هذه القفزة بداية العصر الذهبي للعب الحرب وازدادت اهميتها كما ازدادت سرعة انتشارها ايضا بدخول الحاسبات الشخصية للساحة ومن هذه النقطة ارتبط تطور لعب الحرب بتطور الحاسبات وبالتالي تطورت الواقعية والدقة في المدخلات والمخرجات والنتائج وبدأت الشركات ذات العلاقة تنافس في الصناعة وانتاج لعب الحرب حتى اصبحت لعب الحرب في درجة شبه كمال في ادائها وفوائدها كما دخلت التقنية التجارية للعب الحرب مجالات الحياة الاخرى والان تعتبر انظمة التشبيه في جميع مجالات الحياة شكلا من اشكال لعب الحرب التي لا تستغني عنها اوجه ومجالات الحياة العصرية في التعليم والتدريب والتحليل والتصور المستقبلي للحياة لعب الحرب تشبه اي لعبة اخرى يتنافس فيها طرفان او اكثر لكسب نتيجة اللعب وقد تكون اللعبة لغرض التسلية او لكسب الخبرة او لمعرفة شيء ما او لاثبات تجربة ما وبصرف النظر عن الغرض من اللعبة ففكرة لعب الحرب موضوع اخر ويعني بشكل عام مكونات اللعبة وطريقة اللعب ومع ان طرق واسليب اللعب قد تعددت لكن الفكرة واحدة وتتلخص في ابسط اشكالها في ان اللعب يتم على ساحة او لوحة او منطقة محددة للعب او خريطة ثم تقسم المنطقة التي سيتم عليها اللعب الى اقسام محددة حسب الحاجة وطبيعة اللعبة وهذه الاقسام المحددة هي التي ستتم عليها تحركات الطرفين المتضضين الذين يمثلان على هيئة رموز واشكال متعارف عليها تنطلق من مواقع محددة باتجاه اهدافها وهذا كله سواء التقسيم او التحركات او الرموز او المواقع تتم وفقا لقواعد واضحة وتحكمها قوانين واجراءات محددة وبالنسبة لنا من المنظور العسكري عندما نترجم ما ذكرناه اعلاه نجد ان مساحة اللعب هي ميدان القتال وطبيعة الارض التي ستتم عليها العمليات والاقسام تمثل المناطق التي يسيطر عليها كل طرف والرموز ثمتل الوحدات والتحركات ثمتل المناورة وقواعد وقوانين اللعبة تعكس العقيدة العسكرية والنتائج مبنية على الخبرات والتجارب ونتائج الحروب السابقة الى اخره وابسط مثال يمكن ان نتخيل لعب الحرب بواسطته هو لعبة الشطرنج التي تمثل شكلا من اشكال لعب الحرب الاولية صممت واستخدمت لغرض معين وفقا لقوانين وقواعد ثابتة وواضحة ومن اهم النقاط التي يجب معرفتها ان لعب الحرب باشكالها وانواعها ومختلف اغراضها واستخداماتها لها بداية ونهاية واضحة ومحددة مبنية على الخبرات السابقة وموجهة لغرض معين من اللعب نظرا لتاريخ لعب الحرب الطويل فقد تعدد التعارف ومفاهيم لعب الحرب من جيل الى اخر ومن عصر الى اخر ولكن ارغم ذلك كانت جميع هذه التعاريف والمفاهيم متقاربة وتنتهي في نقطة واحدة نستطيع ان نلقصها في عبارة بسيطة وواضحة وشاملة تجمع بين الماضي والحاضر وهي ان لعب الحرب عبارة عن محاولات للقفز الى المستقبل بفهم الماضي ومن هذا التعاريف البسيط ندرك بان لعب الحرب تجمع بين طياتها علما وفنة وبدونهما لا يمكن تصميم ومارسة لعب الحرب او الاستفادة منها وقد عرفت لعب الحرب من المنظور العسكري بانها عبارة عن تشبيه عملية عسكرية حقيقية او افتراضية لطرفين او اكثر متضادين وفقا لقوانين ومعلومات محددة وممارسة اللعبة وفقا لاجراءات معينة كما عرفت لعب الحرب بانها عبارة عن نوع من الحرب التشبيهية التي تتم بدون قوات عسكرية حقيقية والتي تعتمد احداثها على قرارات اطراف النزاع كما عرفت ايضا بانها عبارة عن تمثيل موقف معين بناء على قواعد واجراءات محددة لطرفين او اكثر مبنية على قواعد ومعلومات واجراءات كما عرفت ايضا بانها عبارة عن تشبيه معركة او حملة لتقويم الافكار العسكرية وكيفية تطبيقها اما مفهوم لعب الحرب فيدور حول القيام بتجارب لتحسين نوعية القرارات البشرية في موقف معين خلال تشبيهها وتنفيذها وادارتها بناء على قواعد علمية ومن اهم النقاط التي يجب مراعاتها عند التمعن في تعريف لعب الحرب ومفهومها ان نميز بينها وبين مصطلحات عسكرية وانظمة اخرى تشابه وتشارك التشبيه التي هي عبارة عن تشبيه نظام متكامل معين بنظام اخر يعمل بشكل يماثل النظام الاساسي مثل انظمة تشبيه القتال والتي ساتطرق لها في الجزء الاخير من هذا المقال كذلك مصطلح النماذج التي هي عبارة عن تمثيل نظام محدد او موقف معين بنظام اخر لديه القدرة على تمثيل النظام الاساسي مثل تشبيه انظمة الاستخبارات او انظمة الاسناد الاداري الى اخره ولهذا فان النماذج في مجموعها غالبا ما تكون نظام التشبيه المتكامل وبالتالي يتمكن المستقدم من ممارسة لعبة الحرب على انظمة التشبيه وبهذا نستنتج ان لعب الحرب تتغير تشبيها بينما انظمة التشبيه لا تعتبر لعب حرب كما لا ننسى ايضا ما يسمى بالمشبهات التي تستخدم لتشبيه الاليات والاسلحة والمعدات وتستخدم للتعليم والتدريب على المستويات الفردية والاطقم وتسقط فكرة هذه المشبهات تحت مظلة انظمة التشبيه وبهذا نستنتج ايضا ان مفهوم التشبيه اوسع واشمل من مفهوم المشبهات المحددة الغرض التي تحاكي نظاما محددا بعينه تاريخ لعب الحرب يبدو من الوهلة الاولى ان مصطلح لعب الحرب حديث ولكنه في الحقيقة قديم في فكرته وتطبيقه واستخداماته ولو تتبعنا جذور لعب الحرب لسلكنا عدة طرق مجهولة في بداياتها ونهاياتها لانه لا يعرف احد بدقة متى واين ولماذا بدأت لعب الحرب ولكن رغم ذلك يمكن ان تقودنا بعض هذه الطرق الى عصور سالفة ثبت ان معاصرها مارسوا لعب الحرب حيث دون التاريخ ان الصينيين مارسوا لعب الحرب في العصر القديم وذلك قبل خمسة الاف عام تقريبا قبل الميلاد وهذه الفترة التي عاش فيها المفكر العسكري الاستراتيجي الصيني سونزو الذي دون بعض العقائد العسكرية ومبادئ الحرب وعلومها وفنونها في ذلك الوقت وقد دون التاريخ ايضا ان الصينيين كانوا يلعبون لعب الحرب على لوحات خاصة بذلك ويستقدمون حجارة ملونة تمثل الاطراف المتبارية وتطبق خلال اللعبة استراتيجيات وفنون قتال مختلفة تهدف لتطويق الخصم وقد استخدم القادة العسكريون في ذلك الوقت لعب الحرب لمراجعة وشرح قططهم للحملات العسكرية كما دون التاريخ العسكري من فترة الى اخرى مثل هذه الاستخدامات العسكرية للعب الحرب في كل من الهند اليونان مصر وغيرها ورغم هذه الاهمية للعب الحرب الى انها لم تنتشر عسكريا بالشكل الذي نتصوره حتى القرن السابع عشر من الميلاد وذلك عندما بدأت تعطى اهمية وجدية اكثر مما سبق مرافقة بذلك ظهور التنظيمات العسكرية الاكثر تنظيما واحترافا وبالتالي صمموا واستخدموا لعب الحرب بشكل اكثر دقة وواقعية حيث قاموا بتمثيل وتصوير طبيعة الارض على طاولة اللعب بشكل دقيق ونسبة الى مقياس رسم ومنها استمرت لعب الحرب في التطور التدريجي حتى اصبحت لها مكانتها في العلم والفكر العسكري في ذلك الوقت الى درجة انها ادخلت ضمن مناهج التعليم في الكليات العسكرية وجهزت لها اماكن ووسائل خاصة بها كوسيلة تعليمية تظهر على شكل طاولة رمل مبنية على مقياس رسم تعكس طبيعة الارض وحجم القوات ونوع التكتيك المتبع في ذلك الوقت واعتبرت هذه الفترة حجر الاساس للعب الحرب الحديثة ولهذا يعتقد البعض ان هذه هي النشأة الاولى للعب الحرب كما استخدم الالمان وغيرهم من الدول التي شاركت في الحرب العالمية الاولى لعب الحرب كوسيلة لتحسين نوعية قرارات القيادات المختلفة وخاصة القيادات العليا منها وفي نفس الفترة ايضا استخدمها اليابانيون لنفس الاغراض وكانوا يمارسونها في كلية الحرب كما كان للبحرية الامريكية دور كبير في تطوير لعب الحرب وقد كسبت البحرية الامريكية شهرة نتيجة الاهتمام بلعب الحرب وتطويرها الى درجة ان اعتمدت عليها القيادات العليا في امريكا كوسيلة للوصول الى افضل القرارات السياسية للمواقف والفرضيات التي يطرحونها ونتيجة لهذه الاهمية التاريخية للعب الحرب اصبحت اداة هامة على مر العصور وازدادت اهميتها من فترة لاخرى حتى وصلت الى ما وصلت اليه من اهمية في شتى المجالات في وقتنا الحاضر وخاصة في المجال العسكري على مختلف مستوياته وما زالت اهميتها تزداد من يوم الى اخر كما ازداد التقدم التقني وتطورت طبيعة الحرب ووسائلها والدليل على ذلك واضح من استخدام وانتشار لعب الحرب نتيجة تقدم وانتشار علم الحاسوب الذي حول مجرى تاريخ لعب الحرب من اللعب اليدوي الى اللعب الالكتروني وهذا بدوره زاد من اهميتها ومتطلباتها واشكالها واستخداماتها ولا ننسى ان ما نراه اليوم من لعب حرب خاصة او تجارية او غيرها ما هي الا امتداد للعب حرب يدوية بدأت باللعب على لوحات بسيطة او باللعب على الرمل او غيره وانتهت بالحاسوب ورغم التقدم التقني الذي توصل اليه العلم اليوم لا تزال هناك ثلاثة انواع مستخدمة من لعب الحرب وهي على لوحات خاصة باللعبة او على الرمل او على الحاسوب وتتلخص ابرز معالم تاريخ لعب الحرب الذي تطرقنا له فيما يلي الف فكرة لعب الحرب تعود الى زمن طويل قبل الميلاد ويذكر ان المفكر الاستراتيجي الصيني سونزو مارسها على لوحة خاصة وعليها حجارة ملونة تمثل قوات الطرفين ويهدف كل طرف الى تطويق الطرف الاخر وانتشر استخدام مثل هذه اللعبة في ذلك الوقت في عدة بلدان مثل الهند واليونان ومصر وغيرها من بلدان العصر القديم با استمرت الاهمية للعب الحرب محصورة في المجال العسكري بشكل خاص وتتقدم معه وتتأخر بتأخره حتى القرن السابع عشر جيم عام 1644 ظهرت في المانيا لعبة الملوك الشطرنج المطور وتتم وفقا لتحركات محددة عددها 14 حركة ومكونة من 30 قطعة لكل طرف تمثل القوات العسكرية وسميت لاحقا بالشطرنج العسكري دال عام 1780 ظهرت لعبة حرب مطورة عن السابق وتتكون من 1666 مربعا و118 قطعة تمثل القوات وقسمت المربعات بشكل يمثل ستة انواع من طبيعة الارض وتلعب وفقا لقوانين وقواعد محددة وانتشرت هذه اللعبة في فرنسا وإيطاليا والنمسا وألمانيا وغيرها من الدول الأوروبية ها عام 1789 طورت ألمانيا لعب الحرب السابقة إلى 3600 مربع مثلت الحدود البلجيكية الفرنسية وتتم ممارستها بقوانين وإجراءات أكثر دقة واو عام 1811 طور ضابط روسي فون ريسي فتز لعب الحرب من لوحة إلى طاولة رملية ثمثلوا طبيعة الارض تماما وممنية على مقياس رسم ووضعت لها قواعد وقوانين دقيقة بالإضافة إلى أخذ عوامل الطقس وإمكانات وقدرات القوات والأسلحة والمعدات في الاعتبار وكان ذلك أساسا جديدا قويا للعب الحرب الحديثة زا عام 1824 تطورت لعب الحرب إلى خريطة مبنية على مقياس رسم وكانت هذه بداية حقيقية للعب الحرب البرية الحديثة لأنها أبرزت دور عناصر إسناد القتال بشكل أكثر وضوحا حا عام 1876 تطورت لعب الحرب إلى لعب حرة تعتمد على اللاعبين بدلا من قوانين التحركات الثابتة تا عام 1878 ظهرت أول لعبة حرب بحرية قام بتصميمها ضابط إنجليزي يا عام 1879 دخلت لعب الحرب الولايات المتحدة الأمريكية كاف عام 1880 ظهرت لعب حرب أمريكية لام عام 1887 دخلت لعب الحرب كلية الحرب البحرية الأمريكية ميم مع بداية القرن العشرين توسع الاستخدام العسكري للعب بشكل ملحوظ في أوروبا وأمريكا ودخلت إلى جميع التنظيمات العسكرية بشكل عام والمؤسسات التعليمية بشكل خاص نون قبل وأثناء الحربين العالميتين استخدم الألمان لعب الحرب بشكل واسع على مختلف المستويات لتحسين نوعية قراراتهم وخاصة على المستويات العليا سين أثناء الحربين العالميتين استخدم اليابانيون أيضا لعب الحرب بشكل كبير ولكنهم أساءوا استخدامها في تقويم نتيجة ضرب ميناء بيرل هاربر ولم يحسنوا حساب النتائج التي كانت قاضية بالنسبة لهم عين جميع الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية والدول المشاركة في الحربين العالميتين استخدموا لعب الحرب بشكل جدي وكان لها دور واضح في نوعية القرارات على مختلف المستويات ففي نهاية الحرب العالمية الثانية والحرب الباردة ظهر المسار العلمي الجديد للعب الحرب في استخدامها لأغراض التحليل صاد في السبعينيات من القرن العشرين دخل الحاسب مجال لعب الحرب قاف انتشار لعب الحرب تجاريا واستخدامها في شتى المجالات راه مع تسعينيات القرن الماضي العشرين وحتى اليوم بدأ انتشار واستخدام لعب الحرب في شتى المجالات بشكل لم يسبق له مثيل والاعتماد عليها في تحسين القرارات الى درجة كبيرة مكونات لعب الحرب من المنظور العسكري يمكن ان نتصور شكل لعب الحرب كخارطة وضعت عليها اشكال او رموز تمثل الوحدات العسكرية للطرفين ويتم التنافس بين الطرفين وفقا لقواعد وقوانين واجراءات محددة مبنية على علم وخبرة تضع للعب حدودا وبداية ونهاية ولممارسة لعب الحرب بمختلف انواعها يجب ان تتوافر المتطلبات والعناصر التالية ألف الهدف با الفرضية الموقف المرغوب تشبيهه جيم المعلومات اللازمة للمشاركين عن كل طرف في اللعبة دال النماذج نوع اللعبة المرغوب مزاولتها ها قوانين اللعبة ووسائل السيطرة اللازمة واو إجراءات اللعبة زين اللاعبون عدد الأطراف وعدد المشاركين في كل طرف حا آلية تدوين وتحليل الدروس المستفادة طا كيفية النهاية الاختلافات الجوهرية بين لعب الحرب تشكل والاختلافات الجوهرية بين لعب الحرب العناصر الأساسية لتصنيف لعب الحرب وتتلخص في الآتي ألف نوع اللعبة يدوية إلكترونية با الامكانية في عدد الأطراف المشاركة في اللعبة جانب أو أكثر جيم طريقة اللعبة حر مقيد دال كم ونوع المعلومات المتوافرة في اللعبة ومدى دقتها مفتوحة محدودة تصنيف لعب الحرب من حيث المشاركون ألف ذات جانب الجانب الآخر يمثله الحاسوب أو هيئة إدارة اللعبة با ذات جانبين الأحداث تعتمد على تفاعل قرارات الطرفين جيم متعددة الأطراف استراتيجية أو عملياتية وغالبا سياسية ويدور محور لعب الحرب حول تفاعل قرارات أشخاص معينين من طرفين أو أكثر ينتج عنها أحداث اللعبة ولهذا تستخدم لعب الحرب عسكريا كأداة لمعرفة آلية الحرب أو القتال ووسيلة لطرح الأسلة تتم الإجابة عليها من تحليل مجريات اللعبة ولهذا فهي تساعد القادة والأركانات على ممارسة صنع القرارات العسكرية لمواقف معينة قد يصعب تجربتها أو تطبيقها على أرض الواقع في وقت السلم وهذا يعني أن لعب الحرب تستخدم أيضا كوسيلة لتبادل الآراء والأفكار ولتحسين نوعية القرارات النهائية تجاه موقف معين وبهذا يجب على المشاركين أن يدركوا بأن قراراتهم هي محور اللعبة ولهذا يجب أن يستعدوا للعب بطريقة سليمة وواقعية حتى يضمنوا الوصول إلى قرارات سليمة مع الحرص على عدم الميل إلى نتائج اللعبة كواقع مسلم به وبدون تحليل دقيق كذلك يجب مراعاة الابتعاد تماما عن توجيه اللعبة للحصول على نتيجة معينة لأن الغرض من لعب الحرب هو اكتساب خبرات ومعلومات مستقبلية قبل التنفيذ الفعلي ولهذا تنحصر مجالات استخدام لعب الحرب في الآتي ألف التدريب صنع القرارات على مختلف المستويات با التخطيط تقويم الخطط على مختلف المستويات جيم الأبحاث دراسة متطلبات المستقبل ومنظومة أسلحة المستقبل على مختلف المستويات دال التسية لكسب الخبرة التنافس والتنمية مهارات الأشخاص أنواع لعب الحرب من المنظور العسكري ألف لعب حرب خاصة بالتدريب ويتم تصميمها على أساس أن تساعد مستخدميها على تصور تسلسل المواقف المتتالية التي تحدث أثناء القتال وتطوير مهاراتهم في مجال القيادة والسيطرة با لعب حرب خاصة بالعمليات ويتم تصميم هذا النوع على أساس توفير إمكانية القيام باختبار وتقويم لمدى صلاحية الخطط العسكرية المقترحة أو المطروحة جيم لعب حرب خاصة بالأبحاث ويصمم مثل هذا النوع من لعب الحرب لدراسة المواضيع المستقبلية سواء مواقف أو أنظمة معينة أو خلافه مستويات لعب الحرب يمكن للمستقدم أن ينظر إلى الحرب من عدة اتجاهات وبالنسبة لنا كعسكريين يمكن أن نقسم لعب الحرب بالنسبة لمستوياتها إلى الآتي ألف لعب حرب على المستوى الاستراتيجي على مستوى الدولة ويصمم وينفذ هذا المستوى من لعب الحرب لمساعدة صانعي القرارات على المستويات العلية في الدولة على اتخاذ أفضل قرارات ممكنة لاستخدام أدوات القوة الوطنية لتحقيق الأهداف الوطنية ورعاية مصالح الدولة ومن هذه الأدوات الوطنية القوة العسكرية باء لعب حرب على المستوى العملياتي على مستوى المسرح وتصمم لخدمة القيادات المشتركة لمساعدتهم على اتخاذ أفضل القرارات اللازمة لاستخدام الأدات العسكرية كأدات قوة وطنية فاعلة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية العسكرية المرسومة على المستوى الوطني جيم لعب حرب على المستوى التكتيكي على مستوى ميدان المعركة وتصمم هذه اللعبة لمساعدة القادة ضباط الأركان على اتخاذ أنسب القرارات لتوجيه وحداتهم على المستوى التكتيكي لتحقيق الأهداف التكتيكية في ميدان المعركة مجالات لعب الحرم تمارس لعب الحرب على مختلف المستويات في المجالات التالية ألف السياسية با الاقتصادية جيم الاجتماعية دال المعلوماتية ها العسكرية وتشمل واحد مختلف المستويات في كل فروع من أفرع القوات المسلحة اثنان على مستوى القيادة المشتركة ثلاثة على مستوى القيادات المختلطة أسليب تشبيه لعب الحرب ألف يدوية مثال الطاولة الرملية أو لوحة أو على الخريطة با بالحاسب الآلي واحد كمساند فقط يستخدم الحاسوب لحساب الخسائر ونتائج الاجتباكات فقط ويتم اللعب على الطاولة الرملية أو الخريطة أو لوحة معينة اثنان نظام متكامل إدارة كاملة للعملية ويتم اللعب على الحاسوب جيم آلية مشبهات آليات معدات منظومات الأسلحة مقلدات الليزر إلى آخره خصائص لعب الحرب الحقيقية ألف الدقة في التصميم حسب الحاجة الغرض با المرونة في قبول القرارات جيم التكيف مع المتغيرات في المدخلات دال الواقعية في المدخلات والمخرجات ها إمكانية التوثيق للمدخلات والمخرجات لماذا تمارس لعب الحرم ألف محاولة الوصول إلى معرفة وتصور خفايا المستقبل با معرفة الماضي والاستفادة من خبراته في الوقت الحاضر جيم محاولة الوصول إلى المعرفة في موضوع معين في موقف محدد دال معرفة النتائج أو ردود الفعل التي تترتب على قرارات معينة ها الوصول إلى حلول وقرارات لحل المعضلات المهام واو التعليم المركز القليل التكاليف وفي الأوقات المختارة مثل تعليم القادة والأركام زا التدريب على القيام بأدوار معينة في أوقات محددة لتحقيق أفضل النتائج حا لإيجاد ظروف لا يمكن أن تتوافر في الواقع طا تطبيق أعمال لا يمكن تطبيقها على أرض الواقع يا تجربة نشاطات معينة في اللعبة قبل تطبيقها على الواقع كاف تقويم القطط العسكرية على مختلف المستويات وتطويرها لام تعريف كل شخص أو تنظيم بأدواره وواجباته بطريقة موقوتة ميم تحسين نوعية وتوقيتات القرارات المتخذة نون اختيار أفضل البداء للمطروحة سين معرفة آلية العمليات العسكرية حتى إنجاز المهمة عين الإجابة على الأسئلة التي تتطلب التحليل فا تقويم الأسلحة والمعدات تحت ظروف معينة صاد وسيلة اتصال بين الصانعية القرارات قاف تصميم وتجربة أنظمة المستقبل قدرات عسكرية أفكار عملياتية أسلحة وعقائد را تقويم القدرة القتالية الحالية شين ممارسة التمارين على أي مستوى بأقل عدد من الطاقة البشرية وبأقل جهد سونزو وفن الحرب وكلمات خلدها التاريخ يقول سونزو من بين ما يقوله في كتابه ولا يزال يعلق بأذهان جميع السياسيين والعسكريين في العالم حتى يومنا هذا وعلى سبيل المثال للحصر إنما يصلح للتطبيق في الحرب يصلح للتطبيق في الحياة اليومية عندما نستعد لدفع قواتنا للتحرك يجب أن نتظاهر بالتكاسل وهو ما حدث في حرب أكتوبر عام 1973 على سبيل المثال عدم وجود الشعر الأبيض ليس دليلا على القوة ورؤية الشمس والقمر لا تعني حدة البصر وسماع الرعد لا يؤكد سلامة الأذن القرار الأقل صوابا في وقت الحاجة إلى الحسم أصوب من القرار النموذجي بعد ضياع الفرصة التظاهر بالاضطراب يتطلب قدرا عاليا من النظام يا أيها الفن المقدس فن السرية والكتمان منك تعلمنا أن نتخفى فلا يرانا أو يسمعنا عدونا لنقبض نحن على مصيره في أيدينا إن الموقع الذي سنبادر بمهاجمته يجب أن يكون في طي الكتمان لأن العدو سيضطر حينها للدفاع عن جميع مواقعه يجب أن يكون اتجاه مخططاتك العسكرية كاتجاه المياه من أعلى إلى أسفل إن المبدأ الذي ينبغي اتباعه في الحرب هو يجب تجنب نقاط القوة والضرب على نقاط الضعف جيش بدون وسائل نقل للأمتعة مفقود وجيش بدون مؤونة كافية مفقود وجيش بدون مصادر للإمداد والتزويد سيكون كذلك مفقودا لن نكون قادرين على أن نحقق الصبق والتقدم إذا لم نعتمد على أدلاء محليين من نفس البلاد التي نمر بها حينما تبادر بالهجوم كن سريعا كالريح ومتشابكا كالغابات في هجومك كن كالنار وفي ثباتك كن كالجبل اجعل خطتك غامضة كالليل وعندما تتحرك انطلق كالعاصفة تكون الروح المعنوية للجنود في أوجها صباحا وعند الظهر تأخذ في التراجع ومع حلول المساء يفكرون في العودة إلى المعسكر لا تقطع طريق جيش منسحب إلى وطنه عندما تحاصر جيشا اترك له ثغرة للهرب ولا تزد الضغط على عدو يائس لا تطارد العدو الذي يتظاهر بالانسحاب ولا تهاجم الجنود وقد تملكهم الهياج واليأس عندما يتملكك اليأس يجب أن تقاتل هناك طرق يجب أن لا تقطعها وجيوش يجب أن لا تهاجمها ومدن يجب أن لا تحاصرها ومواقع يجب أن لا تقاتل فيها كما أن هناك أوامر للحاكم يجب أن لا تطاع اجعل معسكرك في موضع مرتفع ومشمس ولا تتسلق المرتفعات لملاقات العدو واعلم أن حروب الجبال أكثر كلفة وأكثر تطلبا لبذ الجهد إن اتخاذ المياه ساحة للمعركة أمر في غاية الكلفة والإجهاد ارتفاع الطيور في السماء دليل على وجود كمين ودعر الحيوانات يشير إلى أن هجوما مفاجئا على وشك الوقوع إذا ما تجمعت الطيور في موقع كان ذلك دليلا على خلوه من الأعداء وإثارة الضجيج ليلا دليل على العصبية إن عروض السلام التي لا يصاحبها ميثاق وعهد مؤكد غالبا ما تكون محظم كيدة مدبرة إذا تفش الصراع بين الجنود حول نيل الرتب فإن اللحظة الخطرة قد حانت إذا ما تقدمت بعض فرق العدو وتراجع البعض الآخر كان ذلك دليلا على وجود خدعة عندما يسبقك العدو إلى احتلال ممر ضيق لا تتبعه ما دم الطريق جيد التحصين وتقدم فقط إذا ما كانت التحصينات ضعيفة بعيدا عن العوامل الطبيعية هناك ست كوارث قد تصيب الجيش من قبل قائده وهي الهروب التمرد وعصيان الأوامر التدهور والانهيار الدمار الفوضى والهزيمة التنظيم المتقن للدولة أفضل حليف للجندي إذا كنت واثقا من تحقيق الانتصار بادر بشن الهجوم وإن كان ضد أوامر الحاكم وإذا كنت واثقا من الهزيمة لا تتقدم وإن أدى ذلك لمخالفة أوامر الحاكم إذا ثبت لدينا حسن إعداد جنودنا للمواجهة وضعف إعداد عدونا نكون قد قطعنا نصف الطريق إلى النصر عندما تعرف العدو وتعرف قدراتك فأنت لا شك سوف تحرز الانتصار وعندما تعرف حالة الجو والأرض فإن انتصارك سيكتمل إن القادة الأفذاذ هم يستطيعون استغلال لحظة تشتت جنود العدو فيحولون دون تجمعهم مرة أخرى ويعملون على تعميق الفرقة والفوضى بين صفوفهم هاجم دولة غنية ذات أرض خصبة لتضمن الغذاء لجنودك اعمل على نبذ التطير وابتعد عن الشكوك حتى لا يكون هناك خوف من أي شيء فالموت ذاته يجب ألا يمثل لك كارثة القائد الجيد هو من يقود جيشه وكأنما يقود فردا واحدا من فرط التعاون يجب على القائد أن يكون هادئا وأن يحرص على السرية والعدل والانضباط لكي يضمن تنفيذ أوامره إن خطط العدو لا يمكن الحصول عليها إلا بتجنيد بعض الجواسيس وهناك تكمن أهمية استخدام الجواسيس للجواسيس خمس فئات هي الجواسيس المحليون الجواسيس الداخليون الجواسيس المشقون الجواسيس المحكوم عليهم الجواسيس المستمرون اقبض على جواسيس العدو وجندهم لحسابك إذا ما تم تسريب معلومات سرية إلى جاسوس قبل الوقت المقرر لذلك وجب قتل ذلك الجاسوس ومن سرب له المعلومات هذه هي بعض العبارات الواردة بكتاب فن الحرب لسونتزو تدل على طريقة تفكير صاحبها وبعد نظره في فترات مبكرة من التاريخ الإنساني ترجمة نانسي قنقر